شو مرة سألنا حالنا هالسؤال؟ ليه دايمًا بدنا نقدم سق براءة للدول الثاني لحتى يعتقونا ويتركوا مطار رفيق الحريري بحاله وغيره من المرافق بالبلد؟ الجواب جاهز ! مضطرين وقللا رح يضربوا مع برنا الجوي الوحيد يعني صحيفة التليغراف البريطانية فجأة صار عندها هدهد وتفصحه وقالت في سلاح بالمطار وكأنها عم تقول للعدو تها 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 الدرو بالمطار فكرنا بيحل ناسب دولتنا المحرجة حالياً فشو عملنا؟ جمعنا أمة لا إلهة الله لا تنزل وتكشف على المطار لنأكد للا صحيحة بمبدأ الحكي إليك يا كنة سمع يا جارة إذا في أسلحة ولا لا جولة للكشف عن الصواريخ والأسلحة بدل ما نكتفي بالرد الآنوني لأنه العدو صراحة لما بدي يضرب ما رح يلتكش لا بالآنون ولا بالورق معروفة والله كنا فرحنا أكتر بالجولة لو كانت لأفتتاح مثلاً مشروع توسعة المطار أو ترميمه أو تنظيفه من ريحة الوخم والزبالح وهذا دليل أنه حتى الصواريخ ما ترضى على نفسها أن تكون هونيكي بها الظروب والله تعالى أعلم بس يلا خلينا نتحرك مع السفرة والوزراء لمشي أمورنا بهذا البلد ونحمي هالمكان الذي يشيلنا سنين و سنين المفارقة أنه في نواب معارضين على الأساس ما نزلوا وكشفوا مثلهم مثل غيرهم على المطار وفي نواب قالوا بلا في أسلحة بالمطار وفي نواب فصدوا علينا قدام الأجانب لأن الحزب مسيطر على المطار بسعب نبسل قدام الغرب يا جماعة كرمال ما نعطي حجة ويضربنا ما بيكفينا إيران لسه كمان تضرب إسرائيل تهوشوها على المطار بصراحة يا رايتكم كلكم مثل وزير السياحة وليد نصر تتشبهوا لأ الحل بأقل من خمس ثواني وطالب بفتح مطار لإليعاد بلا جولة وبلا وجعة راس بالمقلم الآخر تخانا النائب محمد راد مع النائب بيار بوعاصي كرمال تعويضات للجنوب واحد من حزب استدرج الحرب للبنان وبدو يعوض ولما رفضت بعض الأحزاب قال لهم ما بدنا مساعدات نحن أكرم من أن نبدأ أيدينا إلى اللئام وبوعاصي بيلو حاجة تربحنا جميلة وتصنف اللبنانيين على زوءك هون منقلكم طيب طولوا بلكم أجدوا الاخنائلة تخلص الحرب بالأول جيز كلنا نبطل كوم موجودين كلنا بها الكوكب وهيك هيك الدولة ما رح تدفع ولا فرنك ولاحظوا أنه القائم بأمورنا جميعا ما ترك لنا صاحب وشان هجوم على أبروس يعني هو بيحكي والحكومة بتلملم من وراء بيقر حروب والدولة بتطلع فيه بتتأمل خطابات والدقيقة لكي يغزي العين ما في حدا بالبلد سليم باختصار بطلنا نعرف الوطنية بسببكم صراحة إذا حكينا وعرضنا منيكوا القتلة وإذا ما حكينا إغدين البلد سري مري وبزمن الفتنة خلينا نسكت أحسن لها حتى هذه إذا سكتنا بيقولوا الساكت عن الحق شيطان أخرس وبيتهموك إنك رمادي فحترنا يا أرعى من وين بدنا نبوسك صراحة من فريق عشنا وشفنا نتظير منا بحلقة جديدة